السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين معاكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولتنا في العاصمة الادارية الجديدة النهاردة 11-11-20-22 حاليا انا موجود على محور الامل زي ما حاتكم شايفين كده منطقة المولات اللي قدام حضراتكم ده كده جولدن طور الاقصى يسار الشاشة وقدام بريس استمول ده جولدن طور العاديكو الشمال فوشوكو ده اللي هو متشطى بخلاص واجهاته زجاجية انا موجود على الميدان في قلب الميدان الرئيسي رقم اتنين في محور الامل هيكون هنا في شارع رابط بين قدام حضراتكم منطقة الارتو وفي ظهر على طول منطقة الارسري هيكون في شارع واصل بين منطقة الارتو ومنطقة الارسري في المكان اللي انا موجود ده بين بريس استمول اللي موجود في الصورة ووين بريس مول المشارع اللي في النص بينهم ده هيدخلنا على منطقة الارسري وفي ظهر على طول هيكون منطقة الارتو علشان الناس تكون عارفة طبعا احنا كل فترة كده بننزل نصور المكان ونشوف التغيرات اللي حصلت فيه شايف فيه عدد كبير جدا من المولات بدأت تشطى بالوجهات يعني من الاواقل الاماكن اللي هتشتغل في العاصمة الادرية الجديدة مطقة محور الامل اللي احنا ماشين فيه وده اهميته انه هو مدخل رئيسي للعاصمة الادرية الجديدة من على طريق السويس يعني لو انت جاي من على طريق السويس بعد مدينة مباشرة بتلاقي محور الامل بيخش على قلب العاصمة الادرية الجديد. بيعد على مدينتي ومستقبل سيتي. بعد كده العاصمة الادرائية الجديدة. على قدينا اليمين كده الارتو. على قدينا الشمال مرتينة الارس ري. ده كده باريس. ده كده باريس مول تابع لشركة بيراميدز. طبعا الناس آآ بتابع معانا اول باول. المكان ده كله كنا بنصوره هو لسه صحرا بنفس الطريقة كده. على قدينا الشمال التابة العالية دي شركة الناصر هتعمل فيه مول تاني. زي ما حالكم شايفين العلانات بتاعتهم بدأت تشتغل هنا. هم كانوا برضو المول بتاعهم جولدن طاور اللي في ظهرنا على طول. كان نفس الشكل كده كان العبارة عن تابة عالية دلوقتي بسم الله ما شاء الله وخلاص بيسلموا العمولة بتاعتهم. آآ زي ما حالكم شايفين برضو دي كلها دي مولات في قلب المنطقة في قلب آآ محور الامل. يعني محور الامل ده بيقع بين الحي الساكن ار تو والحي الساكن ار سري بيخدم على خمسين الف آآ وحدة سكنية. يعني على آآ لخالص متين الف وحدة آآ متين الف نسمة بيخدم عليهم منطقة المولات ده كلها آآ لو احنا اعتبرنا ان عدد السكان في كل وحدة تقريبا اربعة فراط. زي ما حالكم شايفين كده كل ده منطقة المولات الخاصة بمحور الامل. طبعا ده مول طبي يعني هيكون فيه متاح فيه اكتر مدارس مولات طبية آآ مولات تجاري اداري كل الحاجات دي موجودة في محور الامل في العاصمة الادارية الجديدة او منطقة زي ما بيحب ان هم يطلقوا عليها. ده كده احنا وصلنا كده لمحور الوزارات. اللي قدام حضرتكم ده كده. ده كده محور الوزارات. وده آآ ميدان رئيسي موجود على محور الوزارات. فظهروا على طول منطقة النهر الاخضر مباشرة. وازا ما حالكم شايفين في الصورة كده منطقة الابراج آآ آآ الموجودة في قلب آآ منطقة النهر الاخضر. ده يعتبر من الميادين الكبيرة جدا الموجودة في العاصمة الادارية الجديدة. تقاطع محور الوزارات مع محور الامل. مكان بسم الله ما شاء الله كمستقبل هيكون جميل جدا. وآآ مكانه كويس جدا بالنسبة للعاصمة الادارية. زي ما قلت لحضراتكم. مدخل من مداخل الرئيسية للعاصمة الادارية الجديدة. احنا عندنا مدخل من اتجاه الطريق الدائري الاوسطي. من اتجاه آآ التجمع الخامس. وفيه مدخل على طريق السويس. آآ اللي هو محور الامل. وفيه مدخل تاني من اتجاه مدينة بدر, قصاد مدينة بدر قصاد الحياة المتميز على طول. اللي هو من على طريق الروبيكي. وفيه مدخل رابع للعاصمة الادارية الجديدة. من على طريق العين السخنة جنوب العاصمة الادارية الجديدة. المنطقة اللي قدام حضرتكم دي كون لها تكون منطية برضو مولاد في منطقة الاميو سيفن آآ بتمتد من هنا كده لحد منطقة الابراج اللي قدام حضرتكم منطقة السي بي دي. على قدينا الشمال كده منطقة الأرسري زي ما حدثكم شايفين في الصورة وعلى قدينا اليمين منطقة الام يوسفين علشان الناس تكون عارفة الأماكن بالظبط يعني أنا جاي كده من العاصمة الإدارية الجديدة جاي من عطري السويس دخلت العاصمة الإدارية الجديدة منع محور الأمل وبعدين خدت الميدان ده كده الطريق اللي أنا ماشي عليه اسمه محور الوزرات بيوصلنا لحد منطقة الوزرات